ما أن أسلل السطار على أحدث حلقة من مسلسل الفشل الدولي في حل الأزمة اليمنية حتى اشتعلت فجأة مرة أخرى المعركة على واحدة من أهم الجبهات العسكرية الاستراتيجية اليمنية ألا وهي جبهة الحديدة فقد أعلنت قوات من الجيش اليمني مدعومة من قبل الإمارات سيطرتها على طريقين رئيسيين قرب المدينة من بينهما ما يعرف بطريق الكيلو 16 الذي يربط وسط الحديدة بالعاصمة صنعاء ويشكل طريقا استراتيجيا مهما لإمداد قوات الحوثي بينما يقول الحوثيون إنهم صدوا ما سموه زحف تلك القوات التساؤل الرئيسي الآن هو هل في وسع القوات المهاجمة حسم المعركة تماما لصالحها؟ بداية كشف المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفث أن الحكومة اليمنية والتحالف السعودي الإماراتي أبلغاه أنهما لا ينويان تصعيد العمليات العسكرية في الحديدة لكنه دعا في الوقت نفسه إلى حتمية التزام اليقظة عمليا يبدو أن التحالف السعودي الإماراتي ينظر إلى معركة الحديدة بوصفها طوق نجاة له من مسلسل الإخفاقات العسكرية والضجة السياسية الدولية التي تعصف به منذ تورطه في المستنقع اليمني باختصار يعتقد هذا التحالف أنه إذا أحكم السيطرة على ميناء الحديدة فسيكون بإمكانه إخضاع الساحل الغربي كله لسيطرته مما قد يشكل ضربة عسكرية ونفسية للحوثيين قد تدفعهم للاستسلام لكن ثمت حقائق عسكرية أخرى تشدد على أن معركة الحديدة قد تكون مكلفة بالنسبة للقوات المهاجمة إذ عزز الحوثيون بالفعل قواتهم في المدينة ومحيطها وحفروا الخنادق وزرعوا كميات كبيرة من الألغام كما أنه في وسع قوات الحوثي جر القوات المهاجمة إلى حرب مدن تستنزف طاقاتها وفي مقدورهم أيضا نقل تلك الحرب إلى المرحلة الأصعب أي إلى مناطق أخرى أكثر وعورة ويتمتع فيها هذا الفصيل بميزة عسكرية شبه مطلقة أكثر من ذلك فإن المواقف الدولية من الأزمة لم تظهر حتى الآن أي تغير نوعي من شأنه أن يشكل ضوءا أخضر للتحالف السعودي الإماراتي للاستيلاء بسهولة على الحديدة ولعل هذا ما دفع عسكريين إلى القول إن هدف هذه المعركة قد يكون تكتيكيا للسيطرة على طرق إمداد رئيسية لقوات الحوثيين إنسانيا ثمت مخاوف من احتمال أن يفضي أي تصعيد كبير في معركة الحديدة إلى تفاقم معاناة المدنيين في بلد يعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم فقد نزح بالفعل آلاف المدنيين من قرن في تلك المحافظة بسبب الاشتباكات كما أن هناك أكثر من 22 مليون يمنيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية القادمة عبر ميناء الحديدة الذي يعد المعبر الرئيسي لنحو 70% من الواردات والمساعدات الدولية لليمنيين ومما قد يزيد المأساة الإنسانية تعقيدا وجود أكثر من ثمانية ملايين يمنيا على حافة المجاعة وذلك مع تفش قياسي وقاتل للأوبئة وهو ما قد يجعل أي كارثة مفاجئة في الحديدة بمثابة وصمة عار جديدة قد لا تمحى من جبين المجتمع الدولي